لم تنفق حكومة السوداني وأسلافها من حكومات الاحتلال وهي تدافع عن الميليشيات وإبعاد التهم عنها على الرغم من اعتراف الميليشيات نفسها بارتكابها للعديد من الفضاعات والجرائم دون تردد أو خوف وزارة الخارجية رفضت اتهام نظيرات الأمريكية لميليشيا الحشد بالوقوف فراء الهجمات الأخيرة على المطاعم التي تحمل علامات تجارية أمريكية في العاصمة بغداد وأكدت الخارجية بأن هذه الاعتداءات على بعض المطاعم نفذها مسلحون خارجون على القانون ولا يمثلون الحشد بأي حال أما ميليشيا الحشد فقد كان لها رأي آخر رأي يفن التصريحات الحكومة ووزارة الخارجية وذلك عندما حرض في وقت سابق المسؤول الأمن في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري وغيره من قارة الميليشيات على مهاجمة هذه المطاعم باعتبارها تابعة لشركات تدعم الحرب الإسرائيلية في غزة وذلك في تغريدات واضحة على حساباتهم على منصة أكس وكانت عناصر من الميليشيات ومنهم يرتدي الزي العسكري والأمن بل ومنسوبون للأجهزة الأمنية قد هاجموا عدة مطاعم في بغداد في وضح النهار وعلى مرأة من الشرطة التي لم يحرك أفرادها ساكنا لوقف هذه الاعتداءات لتخرج لاحقا وزارة الداخلية الحالية ببيان هزيل حسب وصف الناشطين يتحدث عن عناصر منفلتة وخارجة على القانون وهي من نفذ هذه الهجمات وتعاهدت بملاحقتهم وإحالتهم إلى المحاكم والقضاء وهو ما لم يحدث حتى اللحظة اتهام الخارجية الأمريكية للميليشيات الولائية بتقويض ما يسمى الأمن والاستقرار في العراق وامبراء خارجية السودان للدفاع عن هذه الميليشيات لا علاقة له بالأمن والاستقرار في العراق وإنما هو مماحكة بين النفوذين الأمريكي والإيراني عبر أدوات كل منهما وهذه المماحكة هي من أوصل العراق إلى هذا المنعطف السياسي والأمن الخطير